على ما يبدو فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تمتلك أدوات دارتين كفيلة بإحداث تأثير مباشر على مصرح الحرب في غازة وأوكرانيا. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإن هذا ربما يقلل من شعبية بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2024. نيويورك تايمز أشرت إلى أن نهج إدارة بايدن وزيرته لإسرائيل واتصالاته لم تنجح في وقف آلة الحرب وتقليل الكسائر في صفوف المدنيين أو فرد هدنة إنسانية. وكان بايدن بحسب الصحيفة الأمريكية يعول على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يدفعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للإنصاط بعين الاهتمام للمساع السياسية الأمريكية. لكن على النقيد من ذلك استمر نتنياهو فيما أطلق عليها الانتقام الأقوى ضد حماس حتى لو أدى ذلك إلى انهيار أحياء بأكملها في غازة. وفي الملف الأوكراني تقول الصحيفة الأمريكية إن التحدي المتمثل في حرب أوكرانيا مختلف تماماً ولكنه معقد بنفس القدر بسبب تآكل دعم المساعدات العسكرية الأمريكية على خلفية الخلافات الداخلية الأمريكية. خاصة بعد أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي انطلق خلال فصل الرابيع في تحقيق النتائج المرجوة منه. وأقصى ما حققه هو استعادة بضعة كيلومترات قليلة جداً من القوات الروسية في جنوب البلاد. رغم عشرات المليارات من المساعدات العسكرية الأمريكية. وهنا تحديداً تواجه إدارة رئيس بايدن صعوبة في شرح هذا الموقف الأوكراني المعقد داخل أرويقة الكونغرس الأمريكي. وما زاد الطين بالله هو تصريح مسؤول عسكري أوكراني بأن الهجوم المضاد مصاب بالجمود. ومن شأن هذا التصريح خلق صعوبة في إقناع الجمهوريين بالتصويت لصالح مساعدات جديدة حيث سيتخذها دريعة جديدة وورقة رابحة ضد الرئيس الأمريكي الطامح لفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض.